أكد الأمين العام المساعد باتحاد الشغل التونسي سامي الطاهري أن الهيئات التابعة للاتحاد في سفاقس جاهزة لتفعيل المبادرة المتعلقة بحل أزمة النفايات بعد المصادقة عليها خلال نعيقاد الهيئة الإدارية للاتحاد نهاية الأسبوع الماضي وشددت طاهري على أنه في حال تبنت الحكومة هذه المبادرة فإن أزمة النفايات في سفاقس ستنتهي كليا ومعنا من تونس السحفي في جريدة الشعب صبري الزغيدي أستاذ صبري ما المطلوب لتبني هذه الخطة الإنقاذية ووقف هذه المأساة أو الأزمة المستفحلة في سفاقس مساء النور أستاذ روبير هو بالفعل الجهة السفاقس تعيش اليوم كارثة بيئية بأتم معنى الكلمة نتحدث عن جهة السفاقس بكافة أريافها معتمدياتها قراءها اليوم نتحدث عن ثاني مدينة في تونس ثاني مدينة صناعية في تونس عيب كل العيب في هذه التجربة الديمقراطية التي نعيشها اليوم أن تعيش ضرب للحق في محيط سليم وبيئة نظيفة من حق المواطنين في سفاقس يعيشون بيئة سليم ومحيط نظيف اليوم منذ قليل انتهى اجتماع ببادرة من فرع الاتحاد العام التونسي للشغل بمحافظة سفاقس مع مكونات المجتمع المدني تم تدارس هذا الوضع البيئي هذه الوضعية التي تعيشها خاصة منطقة عجارب التي تعيش مشكلة مصبات النفايات والتي على إثرها شهدنا احتجاجات وأصلا شهدنا قتل أحد المواطنين أو المناظرين البيئيين في هذه المنطقة بسبب أولا تركمات عدة تسبب فيها الحكومات المتعاقبة التي صمتت على هذه الكارثة البيئية وإلى حد اليوم لم تشهد الجهة يعني طعاتي إيجابي مع السلطة التنفيذية اليوم الذي يقوم بالنسبة للسلطة التونسية ليس له أي طعاتي إيجابي إلى حد اليوم المكونات المجتمع المدني وعلى رأسها المنظمة الشغلة ولكن أيضا لوحت بالدفول ما أسميته أستصبري بأنه طعاتي غير إيجابي بحث هذه الخطة والبت بها بسرعة هو أيضا من ضمن ما تم بحثه في هذا الاجتماع بالضبط مكونات المجتمع المدني ومعها من الاتحاد العام التونسي للشغل قدموا بدأل يعني يتحدثون على الأقل على إيجاد مصبات وقتية في اتجاه يعني حل المشكل بشكل جذري ونعلم جيدا أن النفايات هي أصلا ثروة يمكن أن تخلق الثروة يمكن أن تخلق مواطن شغل يمكن أن تخلق أموال تنعش الميزانية العمومية وهذا ما نطلبه من حكومة بودن لكي تتعاتي إيجابيا مع هذه المسألة يعني المنطقة عانت كثيرا من مسألة هذه التركمات أن النفايات يجب على الدولة اليوم أن تتحمل مسؤولياتها مكونات المجتمع المدني قدمت حلول قدمت بدال على الأقل بشكل وقتي في علاقة بإحداث مصبات وقتية ثم بشكل جذري على الأقل بعد ستة أشهر إيجاد حل جذري لرسكلة وتثمين النفايات لكن تقدموا بمراسلة إلى رئاسة الدولة منذ فترة وإلى حد الآن لم تتعاتى رئاسة الدولة مع هذه المراسلة اليوم مكونات المجتمع المدني لوحت أو هددت بالدخول في تحركات احتجاجية يعني في الأيام القليلة المقبلة يمكن بعد يومين وقفات احتجاجية ويمكن أن يؤدي الأمر إلى إضراب عام في محافظة وهذا هو كان السؤال المباشر أستاذ صبري عدم الحسم اليوم والحديث بأن هذه الأزمة ستمتد لأشهر هناك ربما سقوط أيضا للمجالس البلدية ومن هنا مطلوب من الحكومة البت بسرعة والموافقة بالفعل بالفعل هي المسألة ليست مرتبطة فقط بمحافظة صفاقص بل بعديد المحافظات الأخرى التي فيها مكبات ومصبات للنفايات يجب على الدولة أن تخلق تصورات جديدة أن تخلق استراتيجيات جديدة على الأقل على الأقل تقدم رسائل طمأنة للمواطنين بكون هذا المشكل العويس سيتم حله سيتم حل حالته ولكن إذا تمت يعني الذهاب بنفس الطريقة التي ذهبت بها الحكومة المتعاقبة للأسف ستشهد هذه المناطق يعني تحركات احتجاجية في الأيام القليلة القادمة وهذا ما يعني وهذا ما يجب أن نتجنبه على الحكومة اليوم أن تجلس مع مكونات المجتمع المدني في هذه المناطق وأساساً في جهة التسفاقس لتتعاطى معها وخاصة في علاقة بالحلول هناك حلول يعني هناك حلول علمية لكي نتصرف في هذه النفايات إذا تواصلت الحكومة في نهجها السابق أو في نهج دفس الحكومات الأخرى للأسف سيكون هناك توتر واحتقان متنامن وهنا هذه الأزمة المرتبطة بالحلول والاستراتيجيات الواضحة وفق النشطاء قد تتحول هذه الأزمة وتدعياتها البيئية والصحية إلى قنبلة موقوطة قد تنفجر في أي لحظة مع الحديث بأن الإحصاءات أيضا تحدث عن أرقام مرتفعة لإصابات وأمراض وهنا أيضا تضاف هذه الخطورة والأزمة المتراكمة منذ نحو عقد كامل بالفعل هو في الحقيقة أستاذ روبير لا يمكن أن نعزل المشكلة البيئية التي تعيشه محافظة السفاقس عن الوضع العام في البلاد الوضع العام في البلاد الذي يشهد شهر أكتوبر فقط هناك ألف تحرك احتجاجي حول ملفات اجتماعية فما بالك يعني يرتبط بها المشاكل البيئية وملفات سلامة المحيط وحق المواطنات والمواطنين في بيئة سليمة يعني هناك تقريبا يعني مثل ما قلت هناك قنبلة موقوطة إذا لم يعني هناك لم نخلق حوار حوار أفقي بين من هم في السلطة الآن ومكونات المجتمع المدني وأساسا تعلمون المجتمع المدني العريق على رأس الاتحاد العام تونسي للشغل إذا لم نخلق هذا الحوار الوطني حول أمهات القضايا من بينها الاجتماعي والاقتصادي والصحي والبيئي إذا لم يخلق هذا الحوار ستكون النتائج يعني سلبية وسأ يعني سننشهد هذا الحوار أصدري الهيئات التابعة للإتحاد عام التونسي للشغل تحديدا في إسفاقس تعمل على الترويج لهذه الخطة على البنود أيضا المتضمنة وبأن هذه الخطة جاهزة ويجب البت وتأمين هذه الأموال ربما الحكومة اليوم تواجه هذه الأزمة الاقتصادية والمالية الخالقة وهي بدورها تنتظر المساعدات الدولية ودور البنك الدولي ماذا لو تأخرت هذه الحلول المرتبطة بالتمويل على الأقل على الأقل نحن نتفهم نتفهم الوضع الاقتصادي ومعلوم أن الاتحاد العام تونسي للشغل كان مع حرك 25 جولي الذي قاده رئيس الدولة ولكن لم يقدم سكن على بياض في كل الحالات وكانت له نقودات حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب التونسي ولكن نعتبر أن 25 جولي يمكن أن نؤسس عليه مسار تصحيحي ولكن بشرط يجب أن تتوفر يعني مقاربة تشاركية مقاربة توافقية حول أمهات القضايا العالقة اليوم عندما لا تعطي للتونسيات والتونسيين حقهم في رغيف الخبز حقهم في التشغيل حقهم الآن نتحدث يعني على الحق في البيئة والحق في المحيط السليم يجب على الأقل أن تعطي السلطة القائمة رسائل طمأنة وتتشارك مع النخبة التي فازت بجائزة نوبل السلام وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل إذا غاب ذلك سيكون هناك الفوضى سيكون هناك الشارع ولا نعرف مالات بعد ذلك ماذا سيكون المستقبل والأفاق يجب على رئيس الدولة أن ينفتح على الجميع ويطرح أمهات القضايا ومن بينها القضية البيئية اليوم حق التونسي ليس فقط في لقمة العيش ولكن كذلك في أنه يعيش في بيئة سليمة بعيدا عن الأمراض نحن نتحدث اليوم في منطقة صفاقس منطقة عجارب بالتخديد عن أطفال صغار يعني مرضى بالسرطان ومرضى بسرطان الرئة نتيجة هذه النفايات إذا لم نجد الحلول بشكل توافقي ومففقة ومقاربة تشاركية سنذهب إلى المجهول الكرة الآن لدى رئيس الدولة حتى نحفظ للتونسيات والتونسيين حقوقهم الكونية أصلا رئيس الدولة يقول أنا مع الحق في البيئة رئيس الدولة يقول أنا مع الحق في رغف الخبز رئيس الدولة يقول أنا مع الحق الاقتصادي والاجتماعي والحق في بيئة سليمة إذن افعل ذلك ونحن معك إذا لم تفعل ذلك ستجد من معك هم من يكونوا ضدك في أول فرصة ليس مع حركة النهر نحن ضد حركة النهر وضد العودة إلى برلمان التكفير إلى البرلمان الذي فكك الدولة ولكن نحن أعتذر منك ولكن تهى وقتنا أستاذ صبري الغيدي الصحفي في جريدة الشعب كنت معنا مباشرة من ستوديوهاتنا